نتكلم عن نوع من انواع اللي هو الفكرة بتاعتها هي ان احياناً بيكون عندنا الخاصة بالسبرينكلر سواء كانت برانشز او 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 من اه بيبقى المسافة ما بينها بين مسافة كبيرة طبعاً ده نتيجة لااسباب التركيح ممكن يكون حاجة مشكلة في التركيب او اه حاجة يعني اضطريت ان انا حط على مستوى واطن فبنلاقي ان المسافة بتبقى عالية زاد ان ممكن يبقى مفيش اه فعشان كده بحتاج او ممكن بيبقى عندي اه اي بيمز مسلا دي فبضطر ان انا هاستخدم نوع اللي هو بيبقى عبارة عن ايه دي رودز ومتثبتة با سي كلمز في الا الستراكشور الامنت وبنيجي هنا في الجزء ده ده بقى الجزء مهم جداً بيبقى عبارة عن او ممكن يبقى اه رود بدياميتر معين يبقى عندي رود كده بدياميتر مقطر مسلا تلاتة انش او اربعة انش وهنا نتكلم دلوقتي ازاي بنحدد ابعاده وبعد كده فيه هنجر بقى تاني متثبت فيه الفاير بايب اللي هي اللي انا عايز علاقه لها ممكن تباربعة انش سكادي بالعشر او سكادي بالفورتي اي ان كان يبقى انا عندي الجزء ده ممكن يبقى الشيب وبيبقى الجزء الاطول منه في الورديكال البوزيشي انه بنى من النقطة دي او ممكن يبقى اه رود بريديوس معين وآآ برامترز معينة تناسب الحمل اللي هو هيشيله طيب بحدد المقاسات اللي اه او الرد ده بناء على ايه. هنلاقي في الفي سرتين في الجزء الخاص بي الترابيز هنجرز اللي هو شطر سبعتاشر اللي في الفي اتنين وعشرين آآ 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 الفيين اتنين وعشرين هنلاقي فيه تيبلز تيبل بيتكلم عن آآ آآ two تيبلز الاول الجدول بيتكلم عن حاجة اسمها الموديلس وفي الاستستي ريكويرد الترابيز هانجر يعني بيقولك لو انت عندك اللسبان ده كده بيسموه اللسبان المسافة دي اللي هي ما بين الاستراكشور ريلي لو اللسبان ده مثلا سي تلاتة تلاتة فيت طيب وقطر مصورة الحريق اللي انا اعلقها يعني عندي مصورة الحريق اللي انا عايز اعلقها هي مسلا اسكيديو العشرة طبعا الجدول ده معمول اسكيديو العشرة هلاقي في جدول تاني قطر المصورة دي مسلا تلاتة ونص انش او اربعة انش او خمسة انش نفترض ان هو والسبان تلاتة فيت يبقى انا وينيد اا اممبر ايزر اتويل بي الشيب انجل او رود هحتاجه ان هو يبقى موديلس او فيلستستي عبارة عن 0.24 0.24 طيب بناخد ال value دي ال 0.24 دي الموديلس الموديلس ده بيبقى الونت بتاعته انش كيوب دي انش باخد الرقم ده لو ال 0.24 وبخش في الجدول ده ثم نستخدم ال ال شيب انش بواسطة الرقم ده بيبقى او رود 0.24 فالي اليس بغارة عن 0.26 لو انا هستخدم ال ال شيب وهتوبقى سكيديو العشرة سكيديو العشر اوه 0.26 وهستخدم بايب قطرة 40 ميلي يبقى انا محتاج أنجل هتبقى بالديمينشنز دي this is the minimum dimensions minimum dimensions of the angle sorry if it will be a root with a modulus of 0.26 هيبقى الديمينشن بتاعت الرود ده اللي هيشيل الميم بايب دي هيبقى قطره 40 ميلي ده اللي هو سكيديو العشر طب لو انا هستخدمه سكيديو ال 14 هاخد ال 0.24 دي يبقى انا هحتاج بايب 32 ميلي طيب لو انجل هستخدم انجل هستخدم الخانة دي هيبقى 0.24 أو 0.25 nearest value انجل ديمينشن will be 2 inch by 2 inch 2 inch 2 inch 0.25 0.25 0.25 0.25 هي كده هتبقى بسموه ده يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحدد طب في معلومة تانية محتاجين نعرفها نفترض ان انا عندي كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه وكل اللي معمولة في ني في بتفترض ان دي محطوطة نص ال 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 اللي هيشيل اللوود اللي هو سواء كان لش هيبقى اورد زي ما قلنا نفترض ان اللوود محطوط في مسافة مش center زي دي كده محطوط هنا مثلا يعني ال بنحسب اه اللي هيتغير عندنا ال 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 بنحط مكانه حاجة اسمها يعني مثلا اللي واحدة بنقول لنا متر تمانين لا انا مش هبقى متر تمانين هبقى رقم تاني اخش برقم في الجدول ده برقم تاني الرقم تاني ده احسبه ازاي عبارة عن اه حاجة اسمها ال طب احسبه ازاي دي ساوي ايه الهيساوي الديمينشن ده اه اربعة مضروبة فيه الديمينشن المسافة دي اللي هي ممكن تكون طبعا تلت طول الرد اربعة فيه المسافة دي مضروبة فيه المسافة دي اللي هي طبعا ناتج طرح ده مينس ده مقسومة على ده ده الجزء ده طول الجزء ده طول الجزء ده اربعة في الطول ده مضروف في الطول ده ومقسومة على مجموعة ده ده كده يدينا مثلا يعني لو هي متر ثمانين هنا ممكن مثلا يدينا كام اتنين متر عشرين يبقى لما اجه اخش الجدول ده اخش في اتنين متر عشرين او طبعا الانتربوليشن يعني لو انا تو بوينت تلاتة ما بين التو والتو بوينت فايف هستخدم الانتربوليشن عشان اقدر اجيب ده ده كده كان ملخص سريع ده صورة تانية برضو الترابيز هانجرز ده محنش فيه ممكن نلاقي فاير بايب كده ومفيش سيلنج وفيه بس شايلة فاعتار ان انا اعمد الترابيز هانجرز دي بحاس ان هي تشيل ده كده كان ملخص سريع لاخر نوع من انواع الهانجرز اه اللي كنا بدأنا وكلمنا عليه في المرة الفاتت اللي هو الترابيز هانجرز شكرا شكرا